إذا عندك ميزانية تحت جملان و 500 ولا حدك تحت جملان صوتين فتبع معي هذا الفيديو و ملاح ملاح لأنني جبتك الأفضل تعال أفضل صحا للناس الذين يطالبوني بتليفونات الخيصة ولا تليفونات في فعل اقتصادية في هذا الفيديو أنا يدلتكم خاطركم وجبتكم أفضل هواتف بسار تحت جملان و 500 لا تخافوش حتى الناس الذين عندها تحت جملان صوتين لا تسيتكم واجبتكم تليفونات ثاني ملاحة بأسعار تحت جملان صوتين و لا تضعوا حلقة تليفونات خيمة اللي أتقلم عليهم في هذا الفيديو فى هذه لا تنسى تجعلنا جامل هذا الفيديو كي نوصلوك لها الى 3000 فنجام هذا لكي نعرف بلي الفيديو أعجبكم ونقتلكم من الفيديوهات من هذا النوع فخلينا نوصلوا هذا الفيديو الى 3000 فنجام وتاني فتركك لا تنساش تشترك ولا تضعنا ابوني ولا تضعنا سبسكرايب حقا باش وصلوك كامل الفيديوهات التعانى جديدة و داروك هكواجد هكواجده ايا نبدأ صحة تليفون اللي اول اللي راح نتكلم عليه و اللي هو الراديمي ديس و اللي الصراحة في اللول ما حبيتش نتكلم عليه لان هالتليفون راح عنده فائة عامين من اللي خرج فاق كنت حابة نتكلم على الراديمي دوسي في بلاسته بصح كنت قارنة الراديمي دوسي مع الراديمي ديس راح تلقى تفوق بين الراديمي ديس عليها هالتليفون يستاهل التواجد معانا في هذا الفيديو المهم داروك نرجعه للراديمي ديس و نتكلمه شوية على المواصفات التاعه واللي هالتليفون راح يأتينا مع تقريبا افضل شاشة بسعر تحت تجملين و 500 اللي راح تجينا بحاجم 6.5 انش بدقة فول اتش دي بلاس ومن ناول اي بي اس ال سي دي ومع معدل تحديث 90 هرت وهذه حاجة بزاف شابه ومع طبقة حماية مليحة ومقبولة واللي هي غوريلا غلاس طروع فالشاشة هنا مشابه بزاف للتليفون تحت دجملين و 500 خاصة كي جانع مع معدل تحديث 90 هرت هذي حاجة بزاف شابه زيدي بالنسبة للمعالج التاني مليح واللي هو المي داتيك هليو جي 88 واللي يجينا مع معالج وصميات من نوع مالي جي 52 ام سي 2 واللي هو اخير بزوج باب ومليح للناس اللي 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 استعملتها مكثف وتقيل زيد هالهاتف غادي يأتينا مع زوج نسخ في تخزين واللي هي 64 جيجو ونسخة 4128 جيجو صح بالنسبة للكاميرات واللي هي بالنسبة لي افضل كاميرات بيسير تحت زوج مليون و 500 الف لان هالتليفون غادي يأتينا مع اربع كاميرات خلفية نعم اربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وتصور فيديو فول اتش دي 30 فرام اما الكاميرا عمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تصور فيديو تاني فول اتش دي 30 فرام فالناس اللي تصور بزاف ومهتمة بالتصوير وعندها ميزانية تحت جملين و 500 ننصحهم بهالتليفون وبالنسبة الكاميرا التاني بزاف بزاف شابة التليفون بهالتليفون بهالتسير اللي تجينا بحاجم 5000 ميلي امبير ومع شحن سريع 18 واط مع العلم ان التليفون تقليله اللي يمدونه شحن سريع بيكسل تحت جملين و 500 ودروا قبل ما طولوا بزاف رحوا نتكلموا على التليفون اللي مورا موسيقى موسيقى دروا قعدنا تليفون من شركة سامسونج واللي هو سامسونج غالاكسي آ زيرو كات اس اللي هو تاني تليفون بزاف بزاف شباب بميزانية تحت جملين و 500 واللي هو على عكس الرادمي ديس ما عنداش بزاف ما اللي يخرج صاحا نروح ودركوا نتكلموا على المواصفات بتاع الكاركسي آ زيرو كات اس ونبدأوا مع الكاميرات اللي يجينا مع ثلاثة كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ويصورنا فيديو في الاتش دي 30 فرين اما الكاميرا امامية بدقة 5 ميجا بيكسل صورنا فيديو اتش دي فقط 30 فرين لكن في العموم كاميراتها التليفون التاني مليحة وراتاتيكس وشابو مثل هذا الهاتف تاني سيأتينا مع بطارية شابو بحاجم 5000 ميلي امبير ومع شاح سريع 15 انواط بالنسبة لمعالج واللي هو اكزينوس 850 بدقة 8 نانو متر وتخزين 64 جيجو واللي هو معالج تاني مليح وشباب وهذه اعطيك اداء مليح خاصة مع واجهة سامسونج اللي هي خفيفة وساليسة صاحا بالنسبة للشاشة تأتينا بحاجم 6.5 انش بدقة HD بلاس من نوع IPS LCD وتأتينا مع معادل تحديث 90 هرتز وهذه حاجة بزاف شابو فهالتليفون تاني خيار بزاف شباب خاصة كما قلت لكم ما عنداش بزاف بزاف من يخرج خرج في اوت دومي الفاندو وتاني تليفون من سامسونج اللي الناس كامل تحبها والناس كامل تدير فيها التيق فوش رأيكم هذا خير ولا الرادميديس اكتبوا لي تحتفلي كومنتر ودروق نروحو نتكلمو على التليفون اللي موارا موسيقى صاحا نروحو نتكلمو على الريل مي سير طون طربا واللي هالتليفون يأتينا مع مع معالج شباب بزاف واللي هو اليونيسوك تي 612 بتاقة 12 نانو متر ويأتينا مع معالجه 800 من نوع مالي G57 ومع تخزين 64 جيجا ولا 428 جيجا وهذا التليفون تاني ملاح للناس اللي حبوا الألعاب فالناس اللي خصم تليفون فقط للألعاب هالتليفون غادي يكون أفضل خيار لهم دقيقة دقيقة تصورنا فيديو HD 30 فرم وبالعموم الناس اللي مهتمة بالكاميرات تروح للتليفون الزوج اللي قبل صاحا نروحو للبطارية تأتينا بحاجم 5000 ميلي أمبير ومع شحن بسرعة 10 وات وبالنسبة للشاشة تأتينا بحاجم 6.5 انش بدقة HD بلس من نوع IPS LCD مع صوت ضعيسة 400 نت وبيثات بيسيلات 270 بيكسل في كل انش وهي الشاشة مليحة ولا نقدر نقوله الشاشة متواضعة فنقدر نقوله هاتف مليح فقط للناس المهتمة بالألعاب والناس اللي خصها تليفون فقط للألعاب وللإستعمال مكثف وتسقيل ودروق ما ضاولوش بزاف روحو نتكلموا على التليفون اللي موراه وهي هو تليفون تحت 10 جملين سنتين صحة تليفون الرابع اللي عدنا في هذا الفيديو واللي غادي يكون ثاني من شركة ريلمي واللي هو ريلمي C30 واللي غادي يأتينا الثاني مع معالج مليح واللي هو اليونيسوك T612 بدقة 12 نانو متر مع معالج 888 مالي G50 ومع تخزين 32.3 جيجا فرام واللي 64.4 جيجا فرام وهذا هو أفضل هاتف للناس اللي حبوا الألعاب وعندهم ميزانيات تحت نزوج ملايين سنتين صحة بالنسبة للبطارية الثانية اللي تأتينا بسعر مليحة واللي هي 5000 ميلي أمبير بس صح ما جيناش مع شحن سريع وهذه حاجة عادية للتليفون بهذا السعر ولا بهذا الفئة السعرية ورح يأتينا مع شاحن بسرعة 10 واط بالنسبة الكاميرات هذه يأتينا مع ثلاثة كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل تصورنا فيديو Full HD 30 فريم والكاميرا امامية بدقة 5 ميجا بيكسل تصورنا فيديو HD 30 فريم بالنسبة للشاشة تأتينا بحاجم 6.5 إنش بدقة HD بلاس من نوع IPS LCD ومع صوت وياسل 400 نت ومع طبقة حماية من نوع باندا كلاس وهي شاشة مليحة مقبولة في هذه الفئة السعرية فهذه هي كامل مواصفات تعريل مي سعى 31 وكما قد كوم هو أفضل هاتف للناس اللي يحبوا ألعاب عندهم ميزانية تحت تجملين سنتين أقل من تقديم ضرور مع الرادمي A2 plus وهناك الاثاني وواحد من أفضل تليفونات تحت تجملها سنتين لأنه التليفون سيأتينا مع تقريبا أقوى معالج في هذه الفئة السعرية وهو Mediatek Helio G36 بدقة 12 نانو متر والذي جينا مع معالج 888 PowerVR GE8320 ومع تخزين 32 جيجا فكما أخذكم هذا معالج بزرش باب وغيرتك آداء ملاح في التصفح وفي التنقل بين التطبيقات وحتى في الألعاب وأنا نتكلم هنا على الألعاب خفيفة لأن الألعاب كما PUBG ستساق تليفون قوي على هذا بالبزف فما تقارعش مع التليفون يمشي لك PUBG في 60 FPS ولا يعطيك آداء خارق وبزرش باب وثالث وما تقارعش مع التليفونات بـ 4 ملايين أو 5 ملايين سوف نتكلم عن البطارية اللي جينا بحجم 5000 ملي أمبير ومع شحن 10 واط والتي هي بطارية ملاحة بالنسبة للشاشة تأتينا بحجم 6.52 إنش بدقة HD Plus من نوع IPS LCD بثير بيسيلات 269 بيكسل في كل إنش ومع صوت طوع يصل إلى 400 نت وبالنسبة الكاميرات يأتينا مع زوج كاميرات خلفية رئيسية بدقة 8 ميجا بيكسل ويصورنا فيديو Full HD 30 فرام أما الكاميرا عمامية بدقة 5 ميجا بيكسل والحاجة الشبه فيها صورنا فيديو Full HD 30 فرام أنا كما شفتوا كانت تليفونات فوق جمبلاين سنتيم ويصورنا فيديو فقط HD فهذه حاجة شابة بزاف في هذا التليفون وليه هو آخر تليفون عدنا في هذا الفئة السعرية فهذه هما كامل تليفونات اللي عدنا في هذا الفيديو ودروا يقرأ يجد خدمتكم باش تقولولي تحتفل كومنتر وما تنساوش جميل الفيديو تشتركوا في قناة وتبرطجوا هذا الفيديو كما أصحابكم خاصة لم يحبين يشروا تليفون جديد ونتلاقاه في فيديو الجاي إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة